السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قطع عداء دراجات 40 كم في 80 دقيقة إذا علمت أنه يسير بسرعة ثابتة إملأ الجدول التالي قطع عداء دراجات 40 كم في 80 دقيقة إذا علمت أنه يسير بسرعة ثابتة إملأ جدول التالي يسير بسرعة ثابتة يعني أنه عندنا تناسبية المسافة بالكيلومتر المدة الزمنية بالدقائق المدة الزمنية بالدقائق إذن في 100 كم كم سيستغرق من دقائق وإذا استغرق 140 دقيقة سيكون قطع كم وهكذا بحساب الرابع المتناسب باستعمال معامل التناسب إذن إذا كان X الرابع المتناسب للأعداد 40 و80 و60 فإن 40 على 80 40 قسم 80 تساوي 60 قسم X تساوي 60 قسم X يعني أن 40 مضروبة في X تساوي 80 في 60 أي أن X أي أن X يساوي 80 في 60 الكل قسم 40 تطبيق عددي نجد 120 دقيقة 120 دقيقة ونكتب هنا 120 عندما يقطع مسافة 60 كم يكون قد استغرق 120 دقيقة الآن نبحث عندما يستغرق 140 دقيقة كم قطع من كيلومتر ليكون Y الرابع المتناسب للأعداد 40 80 و140 إذن 80 على 40 80 قسم 40 80 قسم 40 تساوي 140 على Y 140 على Y هذا يعني ماذا؟ يعني أن Y يساوي 40 في 140 الكل قسم 80 حساب عددي نجد أن Y يساوي 70 كم 70 كم 70 كم الآن نكتب هنا 70 الآن بقيت 100 كم سيقطعها في المدة الزمانية غير معروفة وهي بالدقائق إذن ليكون زيد الرابع المتناسب للأعداد 40 80 40 80 و100 إذن 40 على 80 يساوي 100 على زيد إذن 40 هذين 40 على 80 يساوي 100 على زيد 40 على زيد هذا يعني أن زيد زيد تساوي زيد تساوي زيد تساوي 80 في 100 الكل الكل قسمة 40 هون مثلا يمكن أن أختزل بهذه الأصفار إذن 80 في 10 هي 800 وتمان مئة قسمة أربعة نجد أن زيد تساوي 200 دقيقة إذن المسافة 100 كيلومتر تقطع في 200 دقيقة إذن ملعنا الجدول بطريقة الرابع متناسب الآن نستعمل معامل تناسب معامل معامل التناسب هو أ نسميه أ معامل التناسب هو أ إذن معامل التناسب هو أ كم يساوي يساوي 40 على 80 يساوي 40 على 80 إذن أ يساوي 40 على 80 اختزال الاصفار اربعة على تمانية يعني واحد على اثنان اذا معامل التناسب هو واحد على اثنان ماذا يعني اذا ندول جدول قبل ملئه اه معامل التناسب هو واحد على اثنان يعني انه لملء الجدول اما ان نضرب قيام السطر الاول في اثنان يعني للمغرور الى السطر التاني نضرب قيام او اعداد السطر الاول في اثنان او العكس وانما ان نضرب قيام السطر التاني في واحد على اثنان العكس في واحد على اثنان اذا اربعون في اثنان سنجد تمانون ستون في اثنان مئة وعشرون كانت لدينا هنا مئة واربعون قسم اثنان يعني مئة وأربعون قسمة اثنان يمئة وأربعون في واحد على اثنان نجد سبعون مئة في اثنان نجد مئتان إذن معامل التناسب نحصول عليه بقسمة سطر أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول فنكتب هنا في العدد المحصل عليه أو بالعكس نقسم أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني ولكن تكون عدنا قسمة أو الضرب في المقلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته